يا أهلاً وسهلاً سأخير على حضراتكم طبعاً بدايةً لازم أرحب بكل جماهير نادي الأهل اللي بتتبعنا وبتبدأ معنا يوم جديد حلقة جديدة السادسة أهلاً وسهلاً بحضراتكم طبعاً النهاردة العنوان الأساسي والأهم والأبرز هو مصر والجابون صلاح أوباما يانج يوم وراء ينتظرها المصريين على أمل أنه الفرقة صالحنا وأنه الجهاز الفني صالحنا بعد أداء خلينا أقول ما كانش على مستوى طموحات جماهير الكرة في مصر فيه لقاء أول أمام أنجولا الحقيقة يمكن مطش النهاردة في منتهى الأهمية أولاً لأنك بتلعب برأ أرضك ثانياً لأنه المستوى اللي ظهرت به تشكلة المنتخب أو شكل المنتخب فيه المباراة الأولى مش مطمن المصريين خدوا بالحضراتكم وإحنا نتكلم على بطولة أو على مشاركة المصريين في كاس العالم هو حلم المشاركة في حد ذاته حلم متواضع جداً إحنا مش طالبين كتير المصريين مش عايزين يفوزوا بكاس العالم مش عايزين يوصلوا للمباراة النهائية ولا الدور قبل النهائية ولا حتى دور التمانية إحنا عايزين نشارك ونقدم عروض كويسة مش أكتر ولا أقل إيه اللي تغير في المنظومة من عشرين سنة؟ يعني خلينا أنا مش عايزة بقى متشائم ومش عايزة بقى سلبي في يوم المباراة لكن أنا الحقيقة يعني باتكلم مع الناس وبسمع منهم ويمكن يكون كلامي ده رد فعل على اللي بسمعه منهم المنظومة اللي بقى لها يمكن عشرين خمسة أو عشرين سنة تتغير فيها اسماء وتمشي مجلس إدارات ويجي مجلس إدارات جديدة تمشي الجان وتيجي الجان إيه اللي تتغير فيها؟ إيه اللي تتطور في نظام الكرة في مصر؟ المنظومة حصل فيها إيه؟ البصمة، الخطة، الرؤية أنا شايف إنه مفيش حاجة حصلت يعني كل سنة لما تيجي تبص للميزانيات وحجم الإنفاق سواء اللي بتصرفه الأندية على صفقات لعبيها، الأرقام اللي بيتقضاها اللعبين، الأرقام اللي بياخدها وكلاء اللعبين الأرقام اللي بينفقها اتحاد الكرة المصري على كرة القدم في مصر تعالوا نسوفي الميزانيات كده وانقارن ده بالمردود الأهلي يغرد منفرداً دي قصة تانية الأهلي كنادي، نادي بيحقق بطولات عالمية، بطولات قرية، بيشارك، بيكسب بيحقق أرقام كبيرة جداً من وراء البطولات اللي بيحققها وبالتالي عنده قدرة على استخدام البراند بتاع نادي الأهلي رعاة عنده قدرة على تسويق اسم نادي الأهلي تسويق لعبين للخارج وبالتالي ميزانياته تسمح له بده لكن أنا أتكلم على منظومة الكرة في مصر أنفقنا على الكرة كل حاجة بقى معسكرات بإعداد ببنية تحتية بملاعب بفار بحكام ومدربين وأجهزة فنية وعقود لعبين قد إيه في عشرين سنة؟ مرضود ده كان إيه في النهاية؟ في حد طرح السؤال ده؟ في حد فكر كرة في مصر في خلال عشر سنين محتاجة قد إيه عشان توصل لإيه؟ طبعاً الكلام اللي أنا بقوله ده روسي بالنسبة لأغلب الناس اللي قائمة على منظومة الكرة في مصر ترجمة نانسي قنقر